ورجعنا لحضراتكم مرة تانية وأهلا وسهلا بكم وهنبدأ حلقتنا في جزئها الأول عن أنديل البحر أنديل البحر بيأزينا إزاي؟ على فكرة ما بيأزيناش عن طريق السطح الرخو اللي شبه نص الدائرة المقلوبة اللي هو السطح الهلامي ده لأ مش ده السطح المؤذي لكنه بيأزينا عن طريق ظهره عن طريق الظهر وده اللي بيكون فيه آلاف ودي مش مبالغة من الشوكات المجهرية اللي بتلسعنا الغواصين على فكرة بيتعرضوا لللسع من أنديل البحر أكتر من اللي بيعوموا أو السباحين العاديين وطبعا معظمنا أو كلنا عارفين أعراض لسعة أنديل البحر واللي ما مرش بالتجربة دي هنقوله دلوقتي طبعا الممرش بالتجربة دي محظوظ يعني لسعة أنديل البحر بتسبب ألم فوري وبتسبب ظهور علامات التهاب وحمرار على الجلد طيب هل اللسعات دي خطيرة؟ الحقيقة أنه ممكن اللسعات دي تسبب الألم الشديد في مكانها ممكن تسبب الألم في الجسم كله ركزوا بقى وفي بعض الحالات الندرة ممكن اللسعات بتاعت أنديل البحر دي تكون مهددة للحياة معظم لسعات أنديل البحر بتتحسن بالعلاج خلال أيام لكن في لسعات أخرى بيستمر العلاج أطول وبيظهر التحسن بعد أسابيع أنتوا خدتوا بالكم أنا قلت إيه؟ معظم معظم اللسعات بتتحسن خلال أيام يعني مش بتتحسن في ساعتها لا بتقعد أيام أنواع تانية أو في حالات أخرى ممكن التحسن يظهر بعد أسابيع وفي بعض الحالات القليلة بيحصل في الجسم تفاعلات يعني بتبقى تفاعلات حساسية بتبقى تفاعلات شديدة الحقيقة نتيجة اللسعات دي ودي بتحتاج للعلاج في وحدات الطوارئ في المستشفيات أعراض لسعات أنديل البحر زي ما قلنا هو الشعور بألم مسبب للشعور بالحرقان أو الشك أو اللسع يعني يا إما لما أنديل البحر ده بيلسعنا كده بنحس يا إما بالحرقة حاجة بتحرقنا أو حاجة بتشكنا أو حاجة بتلسعنا وممكن تظهر بثور على الجلد بثور كده زي يعني فسافيس كده صغيرة وأحيانا تظهر خطوط وده بيكون من أثر ملامسة المجسات بتاعة أنديل البحر للجلد الشعور بالهرش اللي هي الحكة دي يعني تورم مكان اللسع كل دي برضو من الأعراض ألم متحرك ممكن ينتشر في الساق أو الزراع يعني تلاقوا الأرصة في الإيد هنا تلاقوا الألم في الدراع كله أو الأرصة في الرجل تلاقوا الألم في الطرف أو الساق كلها وفي بعض الحالات ممكن تظهر أعراض أقوى بكتير سواء في يعني في وقتها أو بعد عدة ساعات من اللسع الأعراض دي بتكون حدة زي ألم المعدة الغثيان والقيق الصداع ألم العضلات وتشنجها صعوبة التنفس الدوار الإغماء وهكذا طبعا الأعراض الحدة دي بتعتمد على عوامل معينة زي إيه؟ يعني مش كل الناس اللي هيلسعها أنديل بحر بيجي لهم لقدر الله الأعراض دي لكن في عوامل هي اللي بتخلي الأعراض دي ممكن تظهر زي إيه؟ زي نوع الأنديل نوع أنديل البحر نفسه ما احنا قلنا نوع أنواع مش نوع واحد حجمه هل حجمه كبير ولا صغير؟ عمر الشخص المصاب ده ها؟ وحجمه يعني هل هو حجمه صغير الشخص نفسه ولا حجمه كبير وهكذا حالة الشخص ده الصحية مدة تعرض الشخص للمجسات اللاسعة ها؟ مساحة المنطقة المصابة من الجلد كل دي عوامل بتحدد زهور الأعراض بدرجتها وبدرجة حدتها وبدرجة يعني زهورها قوي للأسف الأطفال هم الفئة الأكثر يعني تعرضا للخطر إذا تعرضوا للإصابة وأنا هنا الحقيقة عايزة أنبه حضراتكم لحاجة مهمة قوي وهي ظاهرة يعني ظاهرة فعلا إن في أطفال كتير قوي بتلعب بأنديل البحر ده على الشاطئ يعني اللي هو الميت وبيفتكروا ميت خطورة هذا الأمر إنه مجرد ملمسة الطفل بإيده يعني لجسم الأنديل أول ما المجسات دي بتلمس جلد الطفل بتحدث الأثر على طول لأن اللسعة أصلا عبارة عن إيه لسعة أنديل البحر دي عبارة عن إيه أنتوا لو عرفتوا هتستغربوا قوي عبارة عن إبر شائكة إبر يعني هي بتبقى إبر وزي ما قلت لكم في المقدمة كده إبر آلاف من الإبر المجهرية خلاص اللي بسموها اللوامس يعني فيه حاجات احنا ما بنشوفهاش بعينينا الإبر دي شائكة زي ما قلت بيكون عددها بالألاف موجودة في المجسات بتاعتهم كل واحدة منهم كل إبرة شائكة بتحتوي على بصيلة صغيرة جدا كده يعني حتة منفوخة فيها بقول لكم الحاجات دي لا ترى بالعين يعني فيه حاجات احنا بنشوفها بعيننا واللي ما بنشوفهاش أكتر تمام الكل واحدة منهم دول فيها زي بصيلة زي ما بيقول جواها سم يعني جواها مادة كيميائية ترتقي لدرجة السموم خلاص فهي دي اللي أول ما بتلمس الجلد بتروح مدخلة السم ده على طول الموضوع ده مش هزار ومش يعني ومش اللي احنا نقعد نحدفه على بعض ونرميل بعض وفيه أحيانا بيشوفوه كده الأطفال على الرمل يقعدوا يمسكوه سيبوه في حال يعني سيبوه كده